مرحبا يعطيكم العافية ستوقع انه موضوع تخطيط القلب هو من المواضيع اللي كنتنا نستزنخها وانت اصلا اتوقع انه داخلنا من الله حاضر وما اتوقع انه تكون زنخة واشي صعب وزخم لكن هتكتشف انه الاسي جي من المواضيع اللي جدا بسيطة لو نشرحت بطريقة معينة ما في جانب تعقيد في الموضوع لو قللنا الكلام المش مهم وركزنا على كلام اللي بنعليش كثير يعني لما اقول لك البي وي مثلا بيمثلها ايتريا بيمثلها ايتريا خلص خطر عبالك تلقائيا انه اي مشاكل في الايتريا حتناعكس على البي ويف يعني شغلات زي ايك لو يحكي لك يا تفتح ذهنك للافكار هذه حتيقتصر عليك تعب ووقت كثير طيب بسم الله خلينا نبلش انا في الوضع الطبيع لما ابدأ جاء طلع وركة الاسي جي فيها مكونات موجة الاسي جي تاتي في شغل اسمه عنده بي ويف واحد بتمثله الايتريا وفي عندك يو ار اس وتي ويف هدول بيمثلولي بيمثلولي مين؟ بيمثلولي الفنتركل وفي عندي اثنين انتيرفل بهموني اللي هما من البي لالار البي ار انتيرفل والاس تي سيجمنت هي من الاس لا نهاية التي باقي الكلام مش مهم انه في عندي يو ويف وموجودة ان بعض الناس مش هتقدم ولا هتأخر وورا مرة شفناه بدو عمل الكلينك يعني هي الكلينك اللي انسقنا فيك حسا في معلومة بديك تعرف الى الكلينك اللي عموما انت لو تروح تعمل اي سي جي مش بالضرورة كل اشي ابنورمال تشوفه يستدعي انك تروح تحكي للمريض لانه حتكتشف انه الفرق ما بين بانا يادم وبانا يادم فرق السمع الارض على ابسط مثال انتو نفسك والسحالين مدومين في كلينيكل في الباطنة صاح خذ يعني كل واحد فيك يروح ياخذ حاله يروح على الحالات الحارجة وجاربوا وعملوا تغطيروا تقلب لحالكم كل واحد يعمل الاسي جي لحاله ولا واحد فيكو هيطلع الاسي جي تاو شبه الثاني وهتلقوا شغلات غريبة يعني طبيعي انه في بعض الناس مثلا تلقى عنده تي ويف بالعكس بدل اللي يرى لفوق لتحت هذي بعض الناس عندهم اشي نورمل وبيناين طبيعي انه في بعض الناس انه تلقى عنده رأس ضعيفة في واحد من الليدات الهيومن فرييشن خير الله فما تخلي انه برضو الاشي اللي حتدرسه هانا لانا احكي لك ياهو برضو اللي بمثل كل الناس برضو فهذه قاعدة بس خلاه في بالك وجربوا يعني انه كل واحد برضو انه يعرف شو عنده ومنه هيك بتتسلوا يعني انه كل واحد بسيه في الاسي جي تاو يعني فيه شغلة واحنا بندرس ايام الباط الطوارب اتذكر خطر عبانه انه كل واحد انه ليش ما يعمل اسي جي لقينا بلا هو السودة والمشكلة كنا عاديين طبعيين فلما كنا بنروح بنشوف المقيمين الغالب والدكتور الباطن بنكتشف انه اغلب الشغلات هاي بي نوين انه طبيعي انه تكون فيه بين البشر بالدرجة هاي يعني فيه واحد كان فيه عنده استي اليفيشن ديفيوز اللي هي هذا لو بدي اشخصها عارض الواقع واجانب التسبل بقول هذا عندك كيوت بريكارتايتس فبس هاي خلوها المعلومة في بالكم طيب فبالتالي الـ ECG هو شغلة مفيدة جدا في التشخيص لكن مع حياتي ECG لحاله من دون حياتي صعب تشخص الشخص تمام طيب خلونا نبلش هسا الـ P-Wave هي بوزيتف يعني انه هي كلا فوق شو الاحتمالات الممكن تكون عنده بخصوصها اما تكون او قبلها 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 بده كل واحد فيكو يعود لحاله لما يطلع على الـ ECG عموما يطلع دائما على الـ Rate والRhythm عدد دقات القلب والإقاع الـ Rhythm بكل بساطة هذه R وهذه R إذا المسافة بينهم وبين الـ R الجايات إنه تقريبا متساوية هذا regular rhythm هاي أول كلمة حكيت إنه regular طيب ما تبسميه sinus rhythm sinus regular rhythm ببساطة إذا كانت كل P-Wave وراها QRS كل P-Wave هنا برضو وراها QRS هذا يعتبر sinus rhythm فهاي لحديت هسا حكيت شغلتين sinus regular sinus بناءنا عيش إنه كل P-Wave وراها QRS و regular بناءنا عيش بناءنا إنه كل R و R interval في نفس الشريط بتكون إلها نفس المدة يعني مثلا 4 مربعات ونصة و4 مربعات كلها تقريبا نفس المدة بناتها للR في نفس الشريط في نفس الخط طيب الـ Rate كيف بنحسبه الـ Rate 300 على عدد المربعات الكبيرة اللي بين الـ R والـ R ليش 300؟ لأنه عدد المربعات الكبيرة اللي بيمشيها ECG أو ورقة ECG في الدقيقة هم 300 مربع وإحنا بنعرف إنه الـ Rate احنا بنحسبه في الدقيقة عشان هي هم 300 اللي هي عدد المربعات اللي بيمشيها جهاز ECG في الدقيقة طيب أنا ما بحكيش عن المربعات الصغيرة أنا بحكي هاي المربع الكبير اللي زي هذا يعني هانا تقريبا جاي حوالي 4 مربعات ونص 4 مربعات كبيرة ونص 300 على 4 مربعات يعني تقريبا حوالي حتطلع ما بين 70 و 69 اشي زي هيك الـ Hort rate هانا بدك تكون حافظة أنه الـ Hort rate normal بين 60 و 100 لو أعلى من هيك هسميها تاكيكارديا ولو أقل من هيك هسميها براديكارديا تمام؟ فهسف أي واحد من الـ ECG اللي نشوفه نحن نعلق على الرئة وعا الرتم قبل كل شيء تمام؟ طيب نيجع على الـ P-Wave وحمشي أنا بالطريقة هاي systematic إنه كل واحد من اللي أنا ذكرتهم شو المشكلة ممكن يسير فيها وشو احتمالاتها أنا الـ P-Wave عندي positive بلين نستخدم اللون الأحمر positive زي هيك طيب لو كانت زي هيك كبيرة وحدة هذا بسميها P-Polmoneally P-Polmoneally يعني إشه لو دخل في الجهة اليمين لأنه الجهة اليمين من القلب الضخب باتجاه الـ pulmonary باتجاه الـ pulmonary فأنا مثلا لما أشوف الـ P-E-Wave بالشكل هذا معناته الـ Atria اللي على الجهة اليمين كبر شانيك اسمه P-Polmoneally لأنه الـ Atria على الجهة اليمين كبير بسبب مشكلة في الجهة اليمين من القلب إما Right-sided heart failure ممكن تكون pulmonary hypertension أو أنه في عندك مشكلة في الصمامات على الجهة اليمين يعني مثلا زي ما لما يكون عندك tricuspid stenosis أنه بين الـ Right Atria أو الـ Right ventricle tricuspid valve فلو كان ذيق الصمام الـ Atria اليمين بحتاجه أنه يكبر عشان يقدر ضخ الدم تمام؟ فأنا لما حكيت من الأول أصلا أنه P-Wave يتمثل الـ Atria أنا اختصرتها حالها كثير طيب ما هو الإحتمال الثاني المتعلق بالـ P-Wave؟ أنه يكون شكلة زي هيك مستطيل هذا الحركة برضو أنه بتحكس أنه في عندها هايبرتروفي بس على أي جهة على الجهة اليمين واسمها هادي هيك عشان ما تنساش تخيل أنه زي هيك فيها نوتش هيك زي حرف M B-Mitrally B-Mitrally طيب هذه الميترال فالب موجودة على الجهة على الجهة اليمين يعني أنا لو في عندي مثلا الميترال فالب موجودة برضو بالتالي بفهم أنه الـ Atria قاعدة بيكبر عشان يقدروا يضخوا الدم تمام؟ فأنا عندي P-Wave P-Pormonality بتكسل أنه في مشكلة مثلا في التريكاسبال فالب أو عجال يمين من القلب و P-P-Mitrally بتعكسل أنه في مشكلة عجال شمال من القلب نحيط الميترال فالب طيب ما هو الإحتمال الثاني اللي ممكن يكون عندي للـ P-Wave؟ بس الـ P-Wave بدلا ما تكون زي هيكة تلقاه زي هيك صارت نيقاتيف يعني لتحت شو المقصود فيها الحركة هاي؟ أصل طبيعي أنا في عندي S-E-Node فوق A-V-Node تحت اتجاه الكهرباء الشرعي الطبيعي من فوق لتحت عشان هيك يعني عشان هيك أنه الطبيعي أنه دائما بلاقي الـ P-Wave لفوق طب لو نعكس اتجاه الكهرباء بحيث أنه الـ S-E-Node خربت والـ A-V-Node هي اللي صفت شغال كيف حيث اتجاه الكهرباء لفوق إذا نعكس اتجاه الكهرباء خلص الـ P-Wave حينعكس برضو إشارتها بدلا ما هي كانت positive حتصير negative فعن الـ P-Wave فاهمة لو لقيتها negative إنه ممكن تتعكس لأنها ممكن تكون A-V-Node الـ Rhythm يعني الـ Rhythm بدلا ما هو كان ماشي من S-E-Node صار ماشي من من A-V-Node هي اللي صار تعطي الكهرباء للقلب طيب ما هو الاحتمال اللي بعدها ممكن يصير إنه الـ P-Wave تكون flat يعني هاي QRS بيكون عندي وما في قبلها P-Wave اختفت الـ P-Wave الآن هو ليش أنا أصلا عندي P-Wave لأنه الـ Atria كل هنا الجوزة اليمين وليش مال شغلات كوحدة واحدة فكهربتهن قوية كفاية عشان تبينها الشكل P-Wave طب لو كان عندي Atrial Fibrillation بمعنى وكأنه كل خلية من خلايا الـ Atrial Fibrillation هذي خلية واحدة كهربتها كافية عشان تبين عن ليس يجي لأ عشانك تكون flat الـ P-Wave بتكون مختفي تمام؟ يعني هذي أول كلمة هنحكيها بخصوص الـ Atrial Fibrillation انه absent P-Wave ما في P-Wave طيب نحكي سريعا مرة ثانية الـ P-Wave شو الاحتمالات تعودتها؟ إما تكون مدببة P-Pormonality إما زي مستطيل مايترالي وإما Inverted وإما مختفي زي بحالة الـ Atrial Fibrillation طيب هسا في معلومة اديك تعرفها انت لو تبيك تيجي تطلع عبركة الـ ECG عموما كل الـ ECG الـ P-Wave اللي تلقاه فيه positive كلهن إلا الـ AVR اللي هو اللي بحطه في إيدك في إيدك اليمين الـ AVR ليش؟ إنه أصلا أصلا يعني هاي راسك هذه بالأزرق إيدك اليمين أنا أحط الـ LED هنا الكهرباء في القلب في الوضع طبيعي كيف ماشي لتحت هيك أصلا فإنت الكهرباء ماشي بعيد عن القلب بعيدا عن الـ LED هذا عشان هيك كل إشي في الـ LED هذا معكوس الـ P-Wave معكوسة الـ T-Wave معكوسة الكيوارس غريب شكله طيب لو لقيت إنه الـ P-Wave positive هنا في الـ LED هذا لو لقيت لما أنت تطلع على الـ AVR لقيت إنه في الـ P-Wave بدلا ما تكون لتحت لقيتها لفوق ولقيتها negative وين في الـ AVL اللي هو أنا بحط في إيدك الشمال يعني في إيدك الشمال أنا المفروض أتوقع ألاقي الـ P-Wave معها لفوق وفي اليمين المفروض أتوقع القالة تحت طيب لو أن عكسة الآية شو المقصود فيها هذه إما إنك عاكس اتجاه الليدات إما إنك عاكس اتجاه الليدات يعني أنت مخربة تحط اللي في إيده اليمين في إيده الشمال في إيده اليمين أو إنه المريض هذا عنده ديكسترو كارديا فأصلاً اتجاه القلب ماشي هيك أصلاً فصف أنه كارتو القلب ماشي بعيدة عن الإيد الشمال مش عن الإيد اليمين تمام؟ فالـ P-Wave سريعاً وهذا آخر مرة يعني إحنا هنلخص الـ P-Wave وبعدين نفوت على اللي بعدها إما تكون مدببة إما تكون مستطيلة إما تكون negative وإما تكون flat ولو بحكي عن AVR والـ AVL المفروض في الـ AVR تكون negative الطبيعي في الـ AVR وفي الـ AVL تكون positive طب لو لقيتها معكوسة إما إنك عاكس اتجاه الليدات أو إنه عندك ديكسترو كارت يعني أصلاً قلبك موجه باتجاه الجهة اليمين طيب نيجو نشوف الصور الـ ACG للإشي اللي أنا حكيته هاي ها أنا مفعلاً يجين طلعنا على الـ P-Wave لقينه شكلاً مدبب هذا بالتالي إيش بتكون P-Ball منالي لو حكيت لك منال الخيارات إن شو ممكن يكون عند الشخص هذا كان منظم الخيارات عندك مثلا tricuspid stenosis أو pulmonar stenosis pulmonar eval stenosis بعضها بيكس لك بجميع الأحوال إنه الـ Right A هي بيعاني وكبر عشان يقدروا ضخ في الدم طيب نيجي ننطلع على هاي هاي الـ P-Wave شكلها حرف M بشكل زي حرف M أو مستطيلة وبعدية QRS فبالتالي هاي شو ممكن تعكس لي بالحالة هاي M ما يترايلي منو عندي الـ Left A 3 يكبر طيب زي ما حكينا حاولي تعود عينك على موضوع الـ Rate والريثم بس هنا تقريبا هي المسافة منها لها نفس المسافة منها لها يعني الـ R-R interval normal فهذا أول شيء regular تمام؟ كيف حسميها sinus rhythm كل P-Wave فايه وراها QRS كل P-Wave وراها QRS فبالتالي هاي sinus regular rhythm طيب الـ Heart Rate قديش؟ كديش عنده مربع كبير انا واحد اثنين ثلاثة اربعة مربعات تقريبا 300 على اربعة خمسة سابين الـ Heart Rate تعي خمسة سابعين دقاب الدقيقة طيب طيب هاي أنا طلع لي على الـ P-Wave مالها مع كوسة inverted 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 مثل ممكن تناحكس حكينا لما يكون في عندي A-V Nodal Rhythm الـ S-C Nod بطلة تشتغل شغال A-V Nod طيب هان الـ P-Wave مختفية فهذا اش ممكن تكون مثلا A-Fibrillation شو اللي حيخلينا اكد انها A-Fibrillation الكلمة الثانية اللي بتخص A-Fibrillation انه irregular rhythm طلع المسافة هاي بين الـ R و R قداش والمسافة بين هاي و هاي قداش مش قد بعض فالـ A-Fibrillation اصلا بميزه شغلتين انه الـ P-Wave في القامة اختفية والاهم منها انه irregular rhythm الرhythm irregular لانه الـ R-R interval مش قد بعض يقونه طيب طيب عملي اللي بسميه الـ R interval اللي هي المسافة من هنا بداية الـ P-Wave لحديت الـ R هاي هاي المسافة الطبيعية إلها 5 مربعات صغيرة يعني احنا شايفين المربعات الصغيرة هاي ايك خمس مربعات صغيرة من هذولة خمس مربعات هسا المربع الصغير الواحد قديش مدته اربع بالعشر ثانية فبالتالي الخمس مربعات قديش بدي يكونه تقريبا هالقد خمس وعشرين فاصلة هالقد من الثانية تمام اذا كانت البي ار انتيرفل طبيعي انها حكينا من ثلاثة لخمس مربعات اللي هي من اتناش فاصلة صفر لحديد خمس وعشرين من الثاني هاي خلينا نتعامل بالمربعات اسهل من ثلاثة لخمس مربعات مدتها تمام اذا كانت المربعات اقصر من هيك صار اسمها وولف بركنسون وايت سندروم بكل بساطة يعني البي ويف هنا قديش واحد اثنين ثلاث اربع خمس مربعات نورمال لو كانت مربعين مثلا البي ويف شبه منزق بلك يواراسكم صار اسمها وولف بركنسون وايت تمام طيب لو كانت المسافة اطول من هيك يعني كانت مثلا هي البي ويف وبعيد بلاد كثير عن الكيواراسكم شو صار اسمها يعني كانت اطول من خمس مربعات صار اسمها فيرس دي جري هارت بلوك بكل بساطة فيرس دي جري هارت بلوك اذا كانت اكبر من خمس مربعات واذا كانت اقل من هيك فاسمها وولف بركنسون وايت بكل بساطة طيب هسا في شغلة في الولف بركنسون وايت وبجلس كلكم بتعرفوه اسمها دلتا ويف شو المقصود فيها انه من كثر ما البي ويف هذه لزقت في الكيواراسكم لك صارت زي السنام يعني هي الولف بركنسون وايت هي مش تشخص فعليا بصلافة الدلتا ويف هي الدلتا ويف مهي انعكاس ليش انه البي ور انتيرفل قسرت البي لزقت في الكيواراسكم هذه فكرة الدلتا ويف من كثر ما قربت عليها شايفين انه الموضوع لاي درجة هي بسيط انه بس لو حكينا معلومة وبعلان عليها كل شي وهي كترا احنا في الاصن بي ور انتيرفل هي ملهاش غير احتمالين يعني هتكون اكسر يعني هتكون اطفل طيب في شغلة انا كيف بدي اميز بين البرديكارديا وال فيرس ديقري هارت بلوك لانه جوز هيكون فيهم المنظر هذا هي تبرو هاي كيواراس وهاي كيواراس وبنات هنا بلادي يعني هيكون الهارت ريتين بينه انه قليل يعني دقات القلب قليلية بس كيف بدي اميز هاد هي برديكارديا ولا هارت بلوك بكل بساطة اطلع البي ار انتيرفل لانه في البرديكارديا انا بس عدد دقات القلب طبيعية لكن البي ار انتيرفل نورمل حتكون يعني حضرها من ثلاثة لخمس مربعات لكن في الفيرس ديقري هارت بلوك حتلقى انه البي يعني اذا الكيواراس هنا زي هيك حتلقى البي ويف هنا بينها وبينها بلاد تمام توقع كان فيه لها الصورة هنا يعني هاي طلعوا البي ويف وين والكيواراس وين بي ويف وين والكيواراس وين في خير على مربعات صغيرة بناتا يعني هذا مية بالمية فيرس ديقري هارت بلوك بس تطلعوا على المنظر هاي قداش فيه مربع هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة لو بتفترض انه برضو كانت شوي الكيواراس كمبليكسي يعني هاي كيف منظر البرديكارديا بيكون نفس المنظر هذا بس انه البي ويف بتكون هنا في مكانها الطبيعي بتكون هنا في مكانها الطبيعي فهذا هو الفرق الاساسي بين البرديكارديا والفيرس ديقري هارت بلوك بس بكل بساطة بس بكل بساطة هي صلفة البي ار انتيرفل تمام طي نجع الشغلة اللي بعدي شو بعد البي ار انتيرفل هايلاقينا عندي البي ار اس كمبليكس البي ار اس كمبليكس هذا مدة ثلاث مربعات برضو مدته ثلاث مربعات اما حيتغير شكله او حتتغير المدتاته لو اتغير شكله بسميها بيزار كيو ار اس كمبليكس بيزار معناها غريبة يعني اصلا كيو ار اس كمبليكس مش شكلة مدببة طب لو كان شكلة زي هيك وواسعة صار اسمها بيزار كيو ار اس كمبليكس بس وصف للكيو ار اس كمبليكس انها بيزار كيو ار اس كمبليكس تمام الشكل الثاني او كيف ممكن اشيله القرارس كومبليكس مستر ويل تمام هس افسره اشي هاي القرارس كومبليكس لو اطلعت عليها في V1 وفي V2 اذا لقيت شكل القرارس كومبليكس زي حرف ال M هذا بنسميها write bundle branch block عشان هي كان كاتب مستر MR MR من حرف ال M و write او R من write bundle branch block طب لو لقيت زي حرف ال W هتكون left bundle branch block ببساطة يعني تمام وترى ها الاحتمالات الوحيدة باروطة للك جوارس كومبليكس يعني اشوفها بيزار يعني اشيق الحرف M او W اذا M ولا W هي bundle branch block طب كيف ده مايز هي right ولا left احفظ بس كلمة مستر ويل او مستر واعل طيب اتوقع فيه انها صورة هاي هانا هاي شكلها تقريبا زي حرف ال M بس انا زي ما حكيت اذا بتطلع في V1 و V2 V6 برضو لو لقيتها زي حرف M برضا يبتع كسنها left bundle branch block لكن انا لو لقيتها زي هيك انو زي حرف ال W وطالع زي هيك هذي برضو left bundle branch block لكن انا كلمة مستر ويل هاي بتنطبق لما اجتطلع V1 و V2 ما ليش داخل في V6 V6 اذا تغير شكله لو حرف M lift طيب شو المشكلة اصلا يعني right bundle branch block بالوضع الطبيعي شو هتعكس لي اول شي هاي الباندلة اللي بتغذي R 20 واقعي مصيبة في الجهة اليمين من القلب زي pulmonary embolism زي إه وهي غالبا اكتر اشيان بتشوفه جا واحد قصف من الشغلات انو كيف أشخص pulmonary embolism انو ب이� graph ARM انو هي منطقياhi ال automation C الحالة الجهة اليمنى من القلب شو لي sẽ future شو اللي حيصير هي بالب Lay itchy يعني في الاي سي جي بلاقي عندي رايت بندل برانش بلوك انه هي منطقيا الرايت بندل برانش هيفتع كسلي الحالة جهة اليمنى من القلب شو اللي حيصير هي بالظبط فيها يعني انا ما يكون عندي بالمونراب امبوليزم تخيل هاذا القلب وهذا الرئة بدي يضخ الدم باتجاه الرئة هولي شيت طوي هاذي الجهة اليمين وهذا الرئة السجية اليمين هتضخ الدم باتجاه الرئة شو اللي حيصير بالظبط بالمونراب امبوليزم فجأة سكرت فجأة سكرت الاوردة او سكر الشريان الراوي احنا بنعرف انه من الرايت صايد اوضاعات رايح البلمونراب امبوليزم بالعادة المسكومن صايز اول اشي لالبونراب امبوليزم هو دي في تي يعني واحد جلطة فرج له وراحت عريعته تمام فجأة القلب سكر الجهة اليمين فجأة سكر الطريقة في وجه بطل يقدر يكمل الدم باتجاه الرئة فالقلب فجأة صار بدي يعاني فالقلب فجأة لقى انه الطريقة مسكر صار يعاني زود انقباضه مرة واحدة قطع البلد سبلاي عن الرايت بندل فصار لها بلوك والمقصود في كلمة بلوك مش هنا انا قطعتها المقصود في انه اثرت على البلد سبلاي تاح لكن احنا نتعطى كل الامور حق الرايت بندل بلوك ممكن تلقاه عند بعض الناس طبيعية لا عندهم بالمونرابوليزم ولا ايش وبالعادة بتكون ايش بيناين يعني هذي مثلها على البرجيشن اللي بتكون طبيعي بين البشر ومش كل واحد بتلاقي عنده ايش ابنورمال بـ ECG معناته هو عنده مشكلة احنا من البشر مش كنا زي بعضنا احنا الـ ECG بتأثر بالوزن او مش بالوزن بتأثر بالطول بتأثر بالثيرويد بتأثر بدرجة السمنتاتك يعني الـ ECG اللي بكون ناصح كثير الـ ECG تاعي بكون ضعيف زي كأنه بكون عازلة الكهرباء تأثي القلب عن الليدات اللي انت مركبها سطح الجلد فشكل الـ ECG بيختلف بين كل واحد والثاني طيب لكن الـ إذا لقيت هذي دايما طوارئ وتعامل معاملة تعامل معاملة الـ MI طيب وبالعاد هذي بديه باسميكر الليفت مندى البرانش بلك هذي بديه باسميكر طيب حكينا عن الـ P-Wave حكينا عن الـ PR-Interval الـ QRS-Complex وحكينا أو هسا بدنا نحكي عن الـ ST-Segment طيب طيب حسا في شغلة في الـ ECG عندي بسميها الـ G-Point الـ G-Point اللي هي تقريباً آخر إشي بالأسويف إذا أنا عليت عن النقطة هذي اسمها ST-Alevation وإذا نزلت عنها اسمها ST-Depression وبالحالتين بالحالتين ST-Depression ولا ST-Alevation هي بتعكس الـ Ischemia بتعكس لأنه في عندي نقص في البلد سابلاي حالو؟ طيب هذي أول شغلة بالدغرة اثنين لو لقيت أي تغيرات على الـ ECG لو لقيت أي تغيرات على الـ ECG والسمتوم إلى حد ما مش كثير أنا لما أقول أنه في عندك إسكيميا في القلب قصد فيها ماي والأنجاين فيه تشبين في الموضوع لكن لو لقيت المنظر هذا ST-Alevation والـ Depression والشغلات هذي أو أي خربطة بالـ ECG وإنت ما عندك أي سمتوم عموماً دائماً شكي بـ Electrolight Imbalance وبالعادة بتكون مشكلة بوتاسيوم Hypercalemia مثلاً بالذات مع الناس إن عندهم مشاكل في الكلا تمام؟ طيب وخلينا نحك عن الـ T-Wave بالمرة الآن الـ T-Wave هي في الشيء لغير احتمال واحد inverted إذن عكسة الـ T-Wave صارت لتحت بدل لفوق برضو بتعكس الإسكيميا ونفس الفكرة الـ T-Wave لو لقيتها معكوسة وأنا ما عندي لا تشبين ولا أي شيء برضو برضو بشكل في الـ Electrolight Imbalance يعني بسيطة الموضوع آه في شغلة في الـ T-Wave بسميها Hyper Acute T-Wave T-Wave بكل شكل مدبب هذا مش هشوفها غير في حالة واحدة هي Electrolight Imbalance بالذات في الـ Hypercalemia طبعاً شو اللي بميزها إنه هشوفها في كل الليدات يعني الـ ECG في أكثر من الليد هانا مش هلاقيه في واحد Hyper Acute يعني هيكا وفي الليد ثاني طبعاً لا في كل الليدات إنه الـ Electrolight Imbalance هيأثر على كل القلب مش على جهة معينة لأنه البوتاسيوم إذا حيكون عالي حيكون عالي عكل القلب مش على منطقة معينة طيب 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 منو يجع عليها بناء على الإشي اللي كنا بنحكي نشوف إيش فيه شغلات ممكن نحكي فيها طيب في جدول عندي تحت أو قبل الجدول بسا أنا حكيت لما الـ QRS Complex توسع بصير اسمه بيزار QRS Complex زي هانا أو هانا أو هانا يعني بالحالتين الـ QRS Complex واسعة كثير بدل ما يكون هيكا مدببة لا هيكا واسعة هيك عريضة صارت طيب شو الفرق بين الثلاثة دولة بسا إذا كانت المسافة متساوية إنها أيها إلى حد ما هيشكل regular شكل regular زي سننة منشار هيك كبير هاذا بسميها ventricular tachycardia طبعا هانا تعتبر حالة طوارع تعتبر حالة الطوارع ventricular tachycardia إذا كانت شكلها مخربط و irregular ممكن تكون هيك ممكن تكون هيك إذا كانت شكلها مخربط و irregular هذا بسميها إما بوليمورفك أو بسميها أو بسميها طيب شو الفرق بينه وبين الفوق بس هي صلافة إنه هانا الشكل إرغولار لإنه هانا كل QRS حجمة بيختلفان الثاني يعني هاي صغيرة هاي دي كبير كثير هذا صغير يعني حتى بيوية وتيوية مش قدرة تحدى الملامح طيب اللي تحت هذي هذا منظر مميز بسميه تورسات دي بوانتي تورسات دي بوانتي المخصوط فيه هو كأنه انت في عندك أكثر من نقطة في القلب بتبعث كهرباء وكل نقطة هاي بتبعث برثم معين فعشان هيك مرة بتلاقي الـ ECG هيك مضغوط عبعض ومرة بتلقى مفرق زي هيك مرة مضغوط مرة مفرق مرة مضغوط مرة مفرق لأنه بيعكسك أنه في أكثر من نقطة اكتبك اكتبك معنى نقطة خارجية بتبعث لك كهرباء فالفرق بين التورسات دي بوانتي والبولي موثي ونتيكرو تاكي كارديا والـ VFIP هي بس السلفة هاي هانا صحيح هما شكلهم لكن هي في مناطق مضغوطة وفي مناطق لا يعني هيك لحد ما في شكل ريجولر في الموضوع مضغوطة مش مضغوطة مضغوطة مش مضغوطة هيك الموجات عباط طيب هيك احنا خلصنا من موضوع الفيديو ونتيكرو تاكي كارديا نيجي على موضوع الإسكيمي حسا أنا بس بدي أعرف القلب اللي بغذي القلب من قدام هي أفرع أكثر من من اللفت كوروناري آرتري اللي هو اللفت أنتيرو ديسسنينج اللي هو اللاد بغذي القلب من قدام ومن السبتم تمام وفي عندي اللي بغذي الجزء اللاترال من القلب اللاترال صايد من القلب هو اللفت سيركنفليكس آرتري اللي هو برضو فرع من 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 اللفت كوروناري آرتري وآخر شي مين اللي بغذي عندك الرايت كوروناري او الرايت كوروناري آرتري لش صف العايد بغذي بغذي الرايت فنتركل والبستيريور آآ بارت of the heart وبرضو بغذي الانفيريو يعني أنا لو القلب عنده زي هيك اللي حيغذي الرايت فنتركل وحيغذي من تحت ومن وره من تحت ومن وره هو الرايت كوروناري آرتري كل اللي ظل اللفت اللفت بغذي من قدام وبغذي لاترال بغذي من قدام عن طريق اللاد وبغذي لاترال عن طريق اللفت سيركنفليكس تمام هذه المعلومات اللي أنا بدي أعرفها بالأول طيب إذا أنا حكيت لك إذا أنا حكيت لك إنه وليد اثنين ووليد ثلاثة والAVF بتطلعوا على القلب من تحت ولقيت عندي استيليباشن قبل شوية كنت أحكي فيها بالتالي مين الشريانة اللي بتتوقع إنه يكون مسك الرايت كوروناري آرتري اللي نسي قبل شوية كنت أحكي اللي بغذي القلب من تحت ومن وره والرايت فنتركل هو الرايت كوروناري آرتري طيب لو قلت لك إنه V2 V1 V2 وثلاثة واربعة هذولا فيهم ST elevation بالتالي من الشريان اللي سكر قبل شوية من اللي حكي بغذي القلب من قدام اللاد left anterior عشان ما ينساش هو anterior يعني بغذي جزء من قدام anterior descending طيب ولو حكيت لك إنه lead 1 والAVL وخمسة وستة بتطلعوا على القلب من lateral side من اللي حكي الشريانة اللي بغذيه من lateral side left circumflex artery طيب لو حكيت لك إنه V1 و V2 فيهم ST depression V1 و V2 ST depression هسا ال ST depression أنا حكيت إنه بتاكي السيسكيمية بس إذا كانت فيها depression بالعادة يعني اللي بتخلينا شك إنه هي جلطة وأنا شاك إنه هي posterior MI posterior MI شايفين نفس V1 و V2 اللي بتتركب على lechist بروح فاركبهم على الظهر من ورا على نفس الزاوية عشان إنه إذا لقيت صار فيهم ST elevation معناتها بأكد إنها هي posterior MI و زي ما حكيت من اللي بغضي الجزء البستير من القلب ال red coronary artery بس صدره اللي أنا بدي أعرفه V2 و 3 و AVF بتطلوا على القلب من تحت V1 و AVL و 5 و 6 lateral V1 و 2 و 3 و 4 هذول بتطلوا على القلب من قدام و آخر شي من اللي حكي أنا بتطلع على القلب من تحت اللي هما lead 2 و 3 و AVR AVF طيب طيب نجد نطلع هيا على سبيل المثال هنا هنا وهي lead 3 هنا وهذا AVF الأستين بينه وهي مرتفة على فوق الأستين هم بينه مرتفة على فوق يعني أرسم خط مستقيم هيا حتى كنا بنحكي أنه طلع على آخر ال S wave آخر ال S wave إذا انت عليت عنها صار اسمها ST elevation هذي هي كتو تعتبر ST elevation في AVF و في lead 3 و في lead 2 معناته الجلطة وين inferior MI طبعا ال Inferior MI من باب المعرفة هي تعتبر تعملي Cardiogenic Shock يعني ال Inferior MI المقصود فيها أنت سكرت البلد سبلاي عن الجزء اللي الأساسي اللي من Left Ventric البضوخ الدم باتجاه Systematic Circulation يعني Left Ventric البالك تاعه الجزء الأساسي منه كما صلى البغذيرات كوروناري إذا مات يعني زي كأنه جزء كبير من القلب البضوخ الدم مات فبتدخل في شوك لأنه فجأة القلب صار ضعيف مش هيقدر يضخ الدم لكل الجسم فهذا بتكون عراض MI ولما ترح بتقسله الضغط أي شي بتلقى عنده Hypotension Hypotension تمام شو مشكلتي هنا مشكلته لو هذا الشخص صار عنده وجع في صدر وهو في الدار وراح أخذ Nitroglycerate تبقى لك زرما لو أخذ Nitroglycerate أو Nitroglycerine هذا البنيادي حيموت لأنه Nitroglycerate بضغط الضغط وهو أصلا حيكون ضغط واطي لأنه القلب فجر يعني Stroke volume حيقل والheart rate حيقل فالمريض حيستوي طوي طوي حسا من الذاكين لما كنت بحكي عن Mr. Will قبل شوية طلعوا هاي زي هي كجا الشكل هزي هارف W Mr. Will إيش معناها هاي Lift bundle branch block Lift bundle branch block زي ما حكيت عملتها معاملت الامري طي 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 بس اتوقع في جي كمان صور ثانية هتمر علينا صور ثانية لل الجلطات طي هانا صورة اللي هي مرض الآث وال الآث وال الآث وكيف من خرب بناتهم لسه دائما اول شغلة بد حكيت عود عينك تطلع عليه هي rate وال rythme لسه rate لما يكون في عندي زي هيك انو مربعات مش متساوية كيف بتحسب الheart rate التايتين خذ مثلا هاي وهاي وهاي هذي قداش فيها مربع تقريبا مربعين وهاي ثلاث مربعات خذ الأفريج تاحه قديش مربعين ونص فال 300 مربعين ونص يقف تطلع معك الheart rate خذ الأفريج لما تكون عندك الheart rate الريجولار طي ملاحظين انو مش متساوية المسافات والP-Wave دوب هم بينه وضعيفه فعندي تقريبا absent P-Wave و irregular heart rate فهذا بيتكون atrial fibrillation طيب نجا نطلع هاي تحت برضو هم نطلع الريت ونطلع الريت هم تقريبا تقريبا كل المسافات مع بعضها متساوية بس في شوية الريجولاريتي لانو مثلا هذي كبير كثير بس اللي بيخلي يعني هذا انا متوقع 100% كمان شوية حيقل في اتري الفibrillation لانو الريت بطر الريجولار لكن هانا بتطلع انو في عندي اذا هذي الQRS قداش في بي ويف واحد اثنين ثلاثة في عندي اكثر من بي ويف عملات زي منظر اسنان المنشار سوتو 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 ثبتر ومنظر اسنان المنشار لسه هذا المنظر بالعادة انا لما بشوفه بقول عنه اتري الفلتر هو الفرق بينهم هما الجوز بكون فيهم والاتري زي كونه كل جزء في شغال عراسه الاتري الفبرلاشن هذا المرحلة السغير والنهائية انه خلص انت في غط الاتري يعني الجوز في الفلتر انه شوي ضعيف يعني هي البي ويف دوبة من بين بس هنا اكثر من واحدة يعني في اشي ببعث الاتري اكثر من مر الكهرب عشان اكثر من البي ويف طيب هذي حكيان عنها طيب نيزي نطلع هنا هنا عندي استيليفاشن اوليش عرفت انها استيليفاشن لانه لو رسمت خط من الجي بوينت انا فوقيها انا فوقيها فهذه استيليفاشن تو عندي استيليفاشن في V1 هايها في V2 في V4 وفي V3 يعني هذي انتيريو سيبتل مين اللي حكياني بغذل انتيريو السيبتل يعني ممكن اسهلك عن الشريان وممكن اسهلك انه هذي شنوحة ذي الانتيريور حكياني عنه اللي هو اللاد طيب هذي مثلا هاي عندي ليد اثنين وليد ثلاثة والAVF فيهم استيليفاشن فهذا ايش بتكون بالعادة يعني ايش ممكن تكون هذي ممكن تكون برضو لو بدأ تبع هنا V5 وV4 وV3 برضو فيهم استيليفاشن ممكن تكون برضو lateral MI يعني هو عنده inferior lateral MI بس انا لاحظ لي انه هانا T-Wave inverted او ST-ELEVATION ST-ELEVATION وT-Wave inverted هاي اللي تحت بس بس T-Wave حكيانا دائما مش بتكسل إسكيمية يعني هنا مثال أكيد عليها انه T-Wave لما لقاها برضو inverted زي هنا هي و QRS هذا بيكسل انه إسكيمية T-Wave inverted والQRS أو ST عندي D-Brist نازلة لتحت هذا بيكسل انها إسكيمية هذا المريض يعني انه وضو سيفير هيكون تقريبا كل الليدات بينها عندما متأثرة طيب فيه شغلة عندي شايفين ال-ST elevation هذي لو شفت في كل الليدات تقريبا في كلها مش انه زي هنا في اش elevated وش لا كل الليدات لو لقيت فيها ST elevation الحال هذي بتكون acute bricarditis يعني انت لما يكون في عندك مريض عنده chest pain والطلات عنده ECG احتمالاته كالتالي اذا لقيت انه ماشي مع tomography اللي هي زي ما حكيت لك انه مثلا lead 2 و lead 3 والAVF هذين فيرو MI اذا لقيت ماشي مع المنظر هذي بتكون MI او brins metal angina اللي هي اللي هي اللي هي النط classic اللي هي بتكون بالعادة بسير اخذ beta blocker انه انت هي ممكن تموته لانه حتصف في كل الألف تشتغل ويصير مور vast construction ويدخل في MI فالأول MI وbrins metal angina لكن لو لقيت كل ST segment ف هذه bary carditis طيب هان انا نشوف عندي مبين عندي invert T-wave يعني هذي B-wave وهذا QRS وهذه T-wave لتحت Inverted T-wave يعني هكينا elektrolite imbalance CS chemia طيب وهان Mr. Will هاي المنظر هاذا left branch block وهذا right branch block طيب سريعا من اللي كانت ممكن تصير مع pulmoner embolism D انه حكينا هاي بتعكس لأي مشكلة في الجهة اليمين من القلب من اللي بتعكس لانه ممكن تكون زي هاي MI وتعامل زي هاي left branch block زي ما شفنا فوق بشوي طيب هنا في عندي ST elevation في V1 V2 واش كمان و V3 هذا ممكن تكون anterior septal MI طيب هسا في شغلة كيف انا من خلال ECG ممكن اشخص انه في عندي lift ventricle hypertrophy طيب فكرتها بسيطة مش حكينا QRS cumlex اللي بتعبر عن ventricle تمام فبالتالي QRS cumlex لو كان طويل زي هيك كثير معناته انه ventricle كبر صح نفس فكرة B لما تكون مدبب لما حكينا عنها لما كنا بنحكي B منالي نفس الفكرة طيب هي كلمة برضه انه طويل ومش طويل بتفرق من واحد للثاني فهي القاعدة بتحكي لك التالي لو لقيت في V1 وين V1 V1 او V6 هسا ال S1 هنا ال S1 المقصود فيها اللي هي ال S في V1 او R R اللي هي المقصود فيها R6 اللي هي المقصود فيها R في V6 اه بس شوي S ولا R S1 في lead 1 هاي بتعبر عن left ventricle وال R في V6 بتعبر عن left ventricle بس ليش مرة هنا S ومرة R مش انت في عندك leadات مثلا واحد زي هيك بنحط على chest 1 V1 V2 V4 V6 V3 بين 2 و4 V1 بتطلع القلب من هنا فاللي بعبر عن left ventricle من الجاه هاي هو S1 لكن من الجاه هذي من الجاه هذي انت تجاه الكهرباء تغير شوي فصف انه اللي بعبر عن left ventricle هو R R wave عشان هيك لو تتبع بتلقى هنا ال S wave كبيرة S wave اللي هي هذي اللي نازل ها تحت نفسها بتلقاه في V6 هي R wave كبيرة هذي left ventricle بتكون طيب شو القاعدة بتحكي لي اذا لقيت انه واحدة فيهم في V1 ولا في V6 طولها اكثر من خمس مربعات كبيرة هذي left ventricle hyper trophy زي هنا مثلا انا قداش مربع كبير واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست مربعات هذي left ventricle hyper trophy او او اذا كان مجموعة مربعات في V1 مع V6 اكثر من سبع مربعات يعني هذي مثلا ممكن تكون اربع مربعات وهذي اربع مربعات موحن اكثر من سبعة فهذا برضو تعتبر left ventricle hyper trophy فاما واحدة خمسة خلص هذي كافية اقول انا left ventricle hyper trophy او الثنتين مع بعض اكثر من سبعة وهذي مثلا بقدر اطبق عليه نفس الفكرة يعني هانا قديش مربعات طولها واحد واحد اثنين ثلاثة ونص تقريبا او ثواني ثلاثة ونص وين بي وين وهنا تقريبا واحد اثنين ثلاثة حوال ستة ونص يعني هذه تعتبر قل من سبعة يعني ما يشتك تعتبر significant فعموما هذه القاعدة انا كنت احكي فيها اذا كان مجموعة جوز اكثر من سبعة او الوحد لحالة خمسة طيب هذا منظر ايش اتريال الفلوتر كيف ارفت منظر اسنان المنشار طيب الراجعة سليعان شو حكي انا على نفس الصفحة الاولى اول ايش انا في عندي البي ويف شو احتمالات اما تكون مدببة منالي اما تكون لتحت انفيرتيد اما يكون معكوسة بين الAVR والAVL بالحال هي مثلا يكون عندك ديستيكروكارديا او انت معاك السليدات بعدين في عندي بيار انتير حكي اذا قصرت بسميها والبركنسون وايت واذا طولت بسميها طيب بعدين حكي انا في عندي كوارس كومبلكسية بكون بيزار زي بحالة الفي انتكلار تاكيكارديا او الفي او حرف و بعدين عندي الاسي سيجمنت يبطع لاي بتنزل بحالة الجلطات او اسكيميا اذا كانت ماشي مع التوموغرافي اللي هي زي ما حكي انا مثلا ليد اثنين ثلاث ايف اف هذي انفيريور لكن ذكرت ديفيوز يعني كل هن رايحات فيها استي هي بتكون بريكاردويتس تي بحكي بتكون انفيرتد زي بحالة اسكيميا او بتكون هايبر اكيوت زي بحالة الهايبر كاليميا بالذات اللندوم سي كده كده كدني ديزيز وبس كده يعطيكم العافية انشاء الله انه يكون موضوع الاسي جي انه هي كموضوع حين لانه كثرة مرات الحاكي انه هي اللي بتحجي الواحد فان شاء الله انه يكون الشرح بسيط وسلس ويعطيكم العافية